بالمناسبة بالنسبة لأيمان أشرف أيمان أشرف زعلان ومتدايم من تصريحات مرسي الكولر الأخيرة اللي قال فيها أنه هو المدافع الخامس في الفريق وهو شايف أنه هو اللاعب اللي كان موجود لعب دولي موجود مع منتقب مصر أساسي مع النادي الآلي فما كانش ينفع يتقال أنه هو لعب في المرتبة الخامسة أنا في رأيي لو سألتني برضو أقولك أنه مرسي الكولر يتكلم عن أيمان أشرف باحترام يعني مرسي الكولر لما يتحدث أنه أيمان أشرف خارج حساباته لما يتحدث أنه أيمان أشرف عمل المشكلة لما يتحدث أنه أيمان أشرف مثلا سافر من غير إذنه لما يتحدث أنه أيمان أشرف كم 두�اء الفترة اللي فاتت بأتحدث عن أي مشاكل مع أيمان أشرفها بس حط أيمان أشرف في ترتيب بين اللاعبين وأنا لو ما كان أيمان أشرف لا ما زعلش أنا الخامس طيب أنا خلاص لو إنت حضابني خامس يعني مش مطلعني برّ حساباتك فأنا هشتغل لحد ما بقى رقم واحد يعني انت صحادي تبقى حافز ليا لو انت شايفت نقم خمسة أهلا وسهلا هيبقى حافز ليا ان انا بقى راكم واحد واشتغل كويس اول فترة اللي جاي وبصراحة وهكر الكلام ده تاني ايمان اشرف من ساعة مستوبة من تشكية النادي الاهلي الفترات الماضية ما عملش ازمة واحدة ما عملش مشكلة واحدة ما قلش تصريح واحد في اي قساءات فالراجل هادي ومهزب وما عملش اي مشكلة وحقق الله الحققية طيب ده ايمان اشرف